الموسى قيل أن الله عز وجل قال يا موسى إذا كنت على غير طهارة فعصابك شيء فلا تلومن إلا نفسك ولذلك جاء حديث فيه ضعف الوضع سلاح المؤمن عندما تكون متوضئا وتخرج من بيتك وقد صليت ركعتين أمنت سوء المخرج ولن تصاب بأذى ولن تصاب بمصارع السوء كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء قال باب غسل وجه باليدين من غرفة واحدة حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابو سلمة الخزاعين منصور ابن سلمة قال أخبرنا ابن بلالين عين سليمانة عن زيد بن ياسر معنى عطاء بن ياسر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضع فغسل وجه ثم أخذ غرفة من مائن فتمضى بها واستنشقا ثم أخذ غرفة من مائن فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من مائن فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من مائن فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من مائن فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوبى الآن نحن عندنا من فضل الله عز وجل الحنفيات هذه يعني ينزل الماء لكن لا يجوز ما نفعله اليوم كثير منا يفتح الماء ويتوضى والماء إلى الأخير هذا كم صاع نزل من الماء والنبي صلى الله عليه وسلم توضى بثلثي مد ليس بمد واحد بل بثلثي مد يعني مد إلا ثلث وحدها آخر قال توضى بمد واغتسل بصاع كما قال معنا باب التسمية على كل حال وعند الوقاع حدث عن علي بن عبد الله قال أخبر ونجاي عن منصور عن سالم بن عبد جعدي عن كويب عن من عباس رضي الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى له قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما يزقتنا فقضي بينهم ولد لم يضره في رأي لم يضره الشيطان نعم باب ما يقول عند الخلاء حدثنا هذا مهد أخبر ونجربة عن عبد العزيز بن زراهي بن قال سمت أنسا يقول كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم من يأذبك من الخبث والخبائث تابع ابن عروتا عن شعبتا وقال غنبون عن شعبتا إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حمد إذا دخلا وقال سعيد بن زيد أخبرنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخلا وكلها تفيد إذا أراد ليس معناه إذا يعني إذا دخل الحمام يقول اللهم يذكر في الحمام لا قبل الدخول ومنه قول تعالى إذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشطار رجيز إذا قرأت يعني إذا أردت وليس معناه إذا انتهيت كما قال ابن حزر رحم الله الظاهرية عندهم إذا انتهيت من القرآن تقول عذب الله من الشطار رجيز فقرأت القرآن فاستعد بالله قرأت يعني وهذا خلاف الظاهر المعروف فهنا بيّن معناه كان إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول ويستحب للإنسان أن يأتي بهذا الذكر كاملا قبل أن يدخل بيساره إلى الحمام بعض الناس ربما يذكر وهو بداخل الحمام نصفه خالد نصفه بداخل الحمام وهذا يعني يكره ذكر الله عز وجل في الحمام في الكنيف الحمام إذا كانت حمامات واسعة ليس فيها أذى لا بأس لكن الكنيف اللي هو الآن الذي نسميه حماما مع القضاء الحاجة مع النجاسات فهذا لا يجوز وقيل يكره باب وضع الماء عند الخلاء حدثنا عبد الله بن محمد قال أنبال هشام هاشم بن القاسم قال أخبرنا والقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد عباس وضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضعا قال من وضع هذا فأخبر قال اللهم فقه في الدين باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه حدثنا عدم أخبرنا بن أبي أخبرنا الزهري عن عطاء بن يزيد ليثي عن أبيه أيوب الأنصار قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا تحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولي هذا شرقوا أو غربوا باب من تبرز على نبينا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنباءنا ما يلك عن يحيى بن سعيد محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد اتقيت يوما على ظهر بيت الميت لنا فلعيته رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين فجر لا يسكد وهو قاعد سيكون بطنه على فخد أن يلصف من العرض لا لا بد أن تبع الأعالي في الأرض وترفع الأسافل يعني العجر باب خروج النساء إلى المراز حدثنا يحمد بكير قال أخبارنا ليث قال حدث عقيد عني شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت مراتا طويلة فنادها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب يعني عمر يريد يؤكد يعني نحن نعلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من غيرته عمر عمر رضي الله تعالى عنه كان شديد الغيرة ولذلك جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله تعالى عليه وسلم دخلت البارحة الجنة فرأيت قصرا منيفا وبجانب القصر جارية توضع فهممت أن أدخل القصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب قال فهممت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر فبكى عمر رضي الله تعالى عنه قال أوى عليك أغار يا رسول الله أنا أغير منك أنت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه نعم فكان يقول يا رسول الله لو تحتجب نساؤك فإنه يدخل عليك البار والفاجر يأتي أعراب يأتي كذا قبل نزل الحجاب ويتمنى عمر أن يحتجب النساء وابنته كذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حفظا أنزل الله آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء الممنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين المرأة المحجبة لا تؤذين ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى أمة تحجبت مثل العرى ضربها بالدر وقال لها أكس في أمة الله أكس في وجهك لا تتشبه بالحرائر لأن النساء الإماء كنا على طبائع وأشياء يعني وكانت الجارية إذا مشت يلمسها هذا ويسلم عليها هذا جارية ربما قال أريد أن أشتري إذا سيدك يبيعك فكانت بعض الجواري تغطي وجهها فعمر يضربها لأنها لو غطت وجهها وعملت حركات المرأة الجارية يقول النساء أي يقول الناس ماذا انظروا المرأة الحرى كيف تبتغي الرجال والعياذ بالله هذا عندنا يعني في المجتمع اليمنى عندنا أحيانا بعض النساء تتشبه بالمحجبات ثم تضحك بأعلى صوتها أو إذا تكلمت مع الناس تتكلم بالخضوع بالقول فيقول الناس انظر هؤلاء النساء المحجبات لكن المرأة المحجبة خصوصا عندنا ما تسمع لها صوتا ما تسمع ما تتكلم إلا يعني بالصر إذا تكلمت مع أخيها أو زوجها أو بها يعني أمام أجالب ولهذا نحن في الصلاة الكلام ليس عورا لكن فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه برر لكن الجواز جائز وإذا سألتمونا متاعا فسألوهن من وراء حجاب نعم قال حدثنا زكريا قال أخبرنا أبو سامة عن هشام نعوة عن أبيعنا عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال قد أذنا أن تخرجنا في حاجتكم قال قد أذنا أن تخرجنا في حاجتكم قال هشام يعني البراز يقال البراز والبراز البراز يعني على ما كان الذي يتبرز فيه يعني الغائط وهذا كذلك يقال للمخروج أكرمكم الله البراز والمكان البراز وسمي المكان باسم الخارج مثل الغائط الغائط ليس اسم المخروج الغائط اسم للمكان المعد لقضاء الحاجة وإذا جاء أحدكم من الغائط كيف جاء من الغائط يعني المكان فسمي المكان باسم سمي المخروج لليل يخرج من بدي آدم أكرمكم الله باسم المكان نعم تفضل اخبرنا اخبرنا ناس بن عياد أن أبيد الله أن محمد بن يهيان بن حيان أن محمد بن يهيان بن حيان حببا أن واسي بن حببا أن أبد الله بن عمر رضي الله تعالى وما قال أخبره أن أخبره أن أبد الله بن عمر رضي الله تعالى وما أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على دور بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبره أن أخبره أن أبد الله بن حيان عن إدعوة من ماء يعني يستنجي به باب من حمل معه الماء لطهوره وقال أبو الدرداء علي سفيكم صاحب النعليين والطهور والوسادة وبيه قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبت أن أطاء بن أبي ميمون سميت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تابعته أنا وغلام مننا معنا إدعوة من ماء باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجا وبيه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبت أن أطاء بن أبي ميمون سميت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سميت أنسا رضي الله تعالى سميت أنسا رضي الله تعالى إذا شريب أحدكم فلا يتنفذ في الإناء ولي يستنجب يمينه ولي يتنفذ في الإناء باب الإستنجاة بالحجارة وبيه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال أخبرنا أمر بن يحيى بن سعيد بن أمر قال أخبرنا أمر بن يحيى بن سعيد بن أمر المكي أنجده النبي رضي الله تعالى قال إتباد نبيه صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال إبغيني أحجار أستنفذ بها أو نهوه ولا تأتيني بعض ولا روث فأتيته بأحجار بطرفي سياب فوضعتها إلى جنبه وعرض عنه فلما قضى أتباه باب لا يستنجابي روث وبه قال حدثنا أبو نعيم أخبرنا زهير أن أبي إسحاق قال أليس أبو عبادة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود أن أبيه أنه سميع عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول أتنبيه صلى الله عليه وسلم غائط فأمرني أن آتيه بسلسة حجار فواجدت حجرين والتمست السالس فلم أجده فأخذت روسة فاتيته بها فأخذ الحجرين والقاروسة وقال هذا ركس وقال إبراهيم بن يوسف أن أبيه نبي إسحاق حدثني عبد الرحمن باب الوضوء مرت مرت وبيه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبارانا سبيان وأن زيد بن أسلام وأن أطا بن يسار وأن أبن أبن أباس رضي الله ترانهما توضع النبي صلى الله عليه وسلم مرتا 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 باب الوضوء مرتين مرتين وبيه قال حدثنا حسين بن عيسى قال أخبارانا يونس بن محمد قال أخبارانا فليح بن سليمانا أن أبد الله بن أبي بقر بن عمري بن حزم أن أباد بن تميم أن أبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعد ومرتين مرتين باب الوضوء سلاسا سلاسا وبيه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الوائسي قال حدثني إبراهيم بن سعد أن ابن شهاب أن أعطى بن يزيد أخباره أنهم رانا مولا أخباره أنه رأى أسمن بن عفان رضي الله تعان لدعى بإناء فأبرغ على كفين سلاسا مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضو سنثرب ثم غسله وجهه سلاسا ويده سلاسا إلى المرفقين ثم مسحب رأسه ثم غسله رجله ثم غسله رجله سلاسا مرار إلى القبين ثم قال رسول الله صلى الله من تواضع نحو وضوء هذا ثم صلى رقعتيني لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من دنبه وأن إبراهيم قال صليح بن كيسان قال بن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران فلما توضع وثمان قال لأو حدثكم حدثا لأو لا آيات ما حدثكم سميد نبيه صلى الله وسلم يقول لا يتوضع لا يتوضع رجل فيهسن وضوءه ويصلي صلاة إلا غفر لهما بينه وبين الصلاة حتى يصلي قال عروة الآية إن الذين يقتمون ما أنزلنا باب الاستثار في الوضوء ذكر أثمان وبد الله بن زيد وبد عباس رضي الله عنه عن نبيه صلى الله وعلي صلى الله وفيه قال حدثان عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أب إدريس أنه سمع بحر رضي الله عن وعن النبي صلى الله وعلي صلى الله قال من توضع فليستغثير ومن استجمر فليتر باب الاستجمار ويتران وبيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ماليك النبي الزنادي النبي رضي رضي الله قال إذا توضع أحدكم فليتعال فيما أنتم اليستغثير ومن استجمر فليتر وإذا استيقض أحدكم من نومهي فليغسل يدهو قبل أن يدخله ما في وضوئه قبل أن يدخله قبل أن يدخله في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده باب بسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وفيه قال حدثني موسى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشرين عن يوسف بن محاك عن أبد الله بن أمر تخلف رسول الله صلى الله وعلى سلم عنا في سفرط فأدركنا وقت أحرقنا العسر فجعلنا نتوضع فجعلنا نتوضع ونمسح على أرجان فنجب على صوت وإلو للعقاب من النار مرتين أو سلسة باب المطمضة في الوضوء قال ابن أباس وابد الله بن زيد عن النبي صلى الله وعلى صلى الله ورضي الله عنهم وابه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أطا بن يزيد أن حمرنا مول وابدو إن فأبرغ على يديه من إنا فغسله ما سلسة مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمت مضو وإستان شاك وإستان سر ثم غسل واجه سلسة ويده إلى المرفقين سلسة ثم ما ساب رأس ثم غسل كل رجل سلسة ثم قال رأيت نبي صلى الله وعلى وعلى يتوضع نحو وضوء هذا ثم صلى رقعتين لا يحدث به ما نفسه غفر الله له ما تقدم من دنبه باب غسل الأعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضي الخاتم إذا توضع وبيه قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال أخبرنا شعبد قال أخبرنا محمد بن زياد قال سميد أبا رأيت رضي والناس يتوضعون من المظهرة فقال أسبغ البدوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وآل وإل للعقاب من النار باب غسل رجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين وبيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سيد بن المكبور عن سيد المكبور عن Ubeyde بن Juraj أنه قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ تَعَلَىٰهُ مَا دَرَوْهِ لَلَا وَلَمْ تُهِلَّ أَنْ تَحَتَّى كَانَ يَوْمُ تَرْوِيَةً قَالَ عبد الله رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَهُ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ يَمَسُّ إِلَىٰ الْيَمَانِيَن وَاَمَنِّيْ أَلُّ سِبْتِيَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 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 الل النعالة السبتية يعني النعالة التي يسئ فيها شعر من الجل السبت يعني القطع يعني النعالة التي قطعت وأبعد منها الشعر لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك فظن بعضهم أنه يكره أن تلبس النعالة السبتية فقالوا لا هذه قالها صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يمشي بين القبور بالنعالة لأنه كره بعض أهل العلم أن تمشي بين المقابر بالنعال احتراما وإكراما للموتى لأن الموتى تحت الأرض وهنا في الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها وهو من الجهل الذي يحدث في الناس المقابر التي فيها لعد تعرفون اللعد؟ اللعد شق بالجدار والشق في الأرض فماذا يصنعون؟ يحفرون القبور تمام؟ ثم ماذا؟ أين يكون الميت؟ في الحفر أو في اللحض؟ أين يكون الميت؟ الميت تكون هنا في الحفرة أو باللحض بالجدار؟ بالجدار ثم يدفنون الحفر الغالي ويضعون العلامة على الحفرة والميت هنا الناس تدوس على الموتى يمشون هذا خطأ فاحش كنت فإذا دفنوا إذا يعني أعادوا دفن القبر الإشارة تكون أين؟ حيث الله لا يكون حيث الحفرة فهمتم كلامي؟ والناس يمشون بين المقابر يمشون على أجساد الموتى خصوصا المقابر التي فيها لعد الذي هو في الجدار أما التي فيها الشق خلاص أنت تحفر هكذا ثم الشق يكون وسط القبر ثم يأتي التراب ويسنم يعني التراب يدفن فيه فهذا لا بأس العلامة تكون؟ فهذا يعني ينبغي التنبيه عليه المقابر التي فيها اللحد نعم أحسن الله إليكم باب التأمم في الوضوء والغسل وبه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا خالد عن حفصة بنت سيرين أنمي عطية قالت قال نبي صلى الله عليه وسلم لهن في وسل ابنته ابدا نبي ما يأمنها وما واضع الوضوء منها قال وحدثنا حفصة بن عمر قال أخبرنا شعبت قال أخبرني أشعث بن مسلين سميت أبي أن مسروق أن عيشة رضي الله تعالى قالت كان نبي صلى الله عليه وسلم يَوْجِبُ تَيَمْمُّ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَتُّهُرِهِ وَفِي شَعْنِهِ كُلِّهِ باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وَقَالَ نَا إِشَدُ حَدْرَةِ سُبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُجَدْ فَنَزَلَتْ تَيَمُّمُّ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُّ يُسُفْ قَالَ اخْبَرَنَا مَالِكُنْا نَا إِشَاقَبْ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبِي طَلْحَتَانَ نَاسِ بِنِي مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَانُّ أنهُ قَالَ رَعِيدُ نَبِيَا صَلَى اللَّهُ وَحَانَة الصَّلَةُ الْعَسْرَ هذه من المعجزات التي فاقى بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على سائر الأنبياء طبعا هناك معجزات عظيمة لكن موسى عليه الصلاة والسلام كان من معجزاته أن الحجر انبقزت منه 12 عين وكان حجر كبيرا في الحجر كله 12 عين كل قبيلة وكل الصبت من أصباط بني إسرائيل يشرب من مكان حتى لا فكان الحجر يحمل معهم في الأسفار في الغزوات في كذا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الماء كما قال عن أسفر أيت الماء ينضع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام الحافظ من حجر عسق الله رحمه الله فإن قيل أي المياه أعظم بركة وأي المياه أفضل على وجه الأرض قيل زمزم وقيل غير ذلك والصحيح أفضل المياه على وجه الأرض ماء خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل البشر صلى الله عليه وسلم فيكون الماء الذي خرج منه أفضل المياه على وجه الأرض نعم أحسن الله عليكم باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان أعطأنا يا ربي بأسان أن تتخذ منها الخيوت أن تتخذ منها الخيوت والحبال وسور الهكلابي وممارها في المسجد وقال الزهري إذا ولا غفل إنا إليس له ودوء غيره يتوضع به وقال سبيان هذا الفقه بعينه يقول الله عز وجل فلم تجد ما أن فتيammم وهذا ما أن وفي النفس منه الشيء يتوضع به ويتayammم وبي قال حدثنا مالك وإسماعيل قال أخبرنا إسرائيل وعن آسمن عن ابن سيرين قلت لعبادة عندنا من شعر نبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس رضي الله تعانه أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عنده شعر أحب إليه من الدنيا وما فيها وبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا أباد عن ابن آون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله تعالى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبوطل حتى أول من أخذ من شعره وبي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن زناد عن ابن رضي الله تعالى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شريب القلب فينا وَبِهِ حدثنا إِسْحَاقُ قال أخبرنا أبد السمد قال أخبرنا أبد الرحمن ابن أبد الله بن دين سميت أبي النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا رأى قلبا يأكل ثرى من الأطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ وَقَالَ أَحْمَدْ بِنُ شَبِيبُ حدثنا أبي أن يونس أن يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله أن أبي كانت القلاب تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَجْدِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُونُ يَرُشُّونَ شَيْئًا مِن ذَلِك وَبِهِ حدثنا حبث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخبرنا شعبت عن ابنك هذا حبث بن عمر شيخ البخاري أحسن حدثنا حبث بن عمر قال أخبرنا شعبت عن ابن أبي سفر عن شعب عن أدي بن حاتم قال Planet صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلتَ كلالك المعلم فقط لا فَقُلُ إذا أرسلتَ كلالك المعلم فقط لا فَقُلُ فَإِذَا أَرْسَائِكَهُوْ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ اُرِسِلُ كَلْبِهِ فَاعجِدُمْ أَوْكَلْبًا آخر قال فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ ولم تسامي على كلب آخر طالب العلم حتى في الكلاب الكلب المعلم صيده جائز والكلب الجاهل صيده باطل ولهذا قال إذا وجدت كلابا مع كلبك فلا تأكل فإنك لا تدير من الذي اصطان والكلب المعلم له شروط عندنا في الفقه يعني إذا زجر انزجر وإذا أرسل استرسل حتى يصبح كلبا معلما وهذا الكلاب سبحان الله فإذا أكل معنى غير معلم أكل لنفسه وإذا أمسك ولم يأكل فهو معلم أمسك لصاحبه ولهذا قال انظر الكلب كيف رفع الله مكانته مع أهل الكهف لأنه صاحب الصالحين أكرمكم الله وهو كلب وهذا الكلب مع أنه كلب ولكن إذا كان معلما فصيده حلال وإذا كان غير معلم فصيده حرام بالنسبة لعندما نقول رضي الله عنه يجوز طبعا بل يجوز أن تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال السيدة صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يؤتى له بالزكاة فيصلي عليهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن الله فلما جاء أبو أوفا أبو أوفا ليس أبو مرحبا أبو أوفا كنت أحدث الطلاب هذا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفا فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال أهل العلم لا يخص غير الصحابة بالترضي على الإطلاق ولا يخص صلى الله عليه وسلم ولا يخص بالصلاة إلا الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال فلان صلى الله عليه وسلم لكن من باب الجواز أحيانا لو ذكرت ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى الحديث الذي قبل هذا فيه إشارة أو فائدة عندما قال وكان أبو طلح أول من أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت فيه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حلق له الحلاق في الحج فأعطى لأبي طلح وقال وزعه بين الناس هنا إشارة إلى أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبأجزاء منه جائز قال الإمام الشاطبي رحيمه الله تعالى وقد حكي الإجماع على أنه لا يجوز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هناك من قال بخلاف هذا لكن حتى لا يفتح الباب على مصرعيه وسدا لذرائع الشرك والتبرك بغير الأنبياء ورسل فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك وعشار عليهم ذلك وكانت في إمامة خالد بن خالد بن الوليد شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإمام أحمد عنده بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وعندما نام صلى الله عليه وسلم ذات يوم على نطع من جلد فجاءت أم أيمان فسلتت النطع أخذت من العرق الذي سان النطع الجلد الجلد لا يشرب الفرش يشرب الجلد فأخذت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنعين بهذا؟ قالت نضعه في طيبنا فيكون أحسن طيب لا تذهب رائحته صلى الله عليه وسلم ولهذا ذكر الإمام القاضي عياض وأن أنصح بهذا الكتاب في الحقيقة كتاب عظيم يعطيك قوة إيمانية كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا كتاب عظيم ويقرأ ولو طال بنا الأمر إن شاء الله ممكن نقرأ هذا الكتاب ولو قرأ عابرة فيه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا قرأ من هذه الأمور يزداد إيمانا وإذا قرأ من أحاديث ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه قوة غير عادية لأنه يثبت على ما هو عليه من إيمان وصدق وتوكل على الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم وإليكم الله سبحانه وتعالى فأبو من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين قبل والدبر لقوله لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقال أطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يؤيد الوضوء وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في صلات عادة صلات ولم يؤيد الوضوء وقال الحسن إن أخذ من شعره أو من أدفاره أو خلأ خفايه فلا وضوء عليه وقال أبو ريط رضي الله تعالى أنه لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابر أنا نبيه صلى الله عليه وسلم كان في غصفة ذات رقائن فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركاء وسجد ومضى في صلاته وقال حسن ما زال المسلمون يسلون في جراحتهم وقال طاوس ومحمد بن علي واطاون وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة فخرج من هدم ولم يتوضع وبسغ ابن أبي أو فادمن فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن فيه من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه وبه قال حدثنا أدام بن أبي إياس قال أخبرنا ابن أبي ذيبن قال لانا سعيد المدبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزل العبد في صلات ما كان في المسجد ين تدر الصلات ما لم يهدس فقال رجل أجمي ما الحدث يا أبا هريرة رضي الله تعالى قال الشوت يعني الدراطة الدراطة أحسن الله ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الدرطة وبي هدثنا أبو الواليد قال أخبرنا ابن يينا أني الزهري أن أبد بن تميم أن أميه أني نبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجدارها حدثنا كتابة قال أخبرنا جرير أني لا أماشي أن منذر أبي لا أثوري أن محمد بن أبي حنافية قال قال أن محمد بن الحنافية قال هذا محمد بن الحنافية ابن علي الحنافية نصب إلى أمه حتى يميز عن غيره فقال يقول محمد بن الحنافية نعم أحسن الله أن محمد بن الحنافية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا ماذا فستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبت عن الأمش وبيه قال حدثنا سعيد بن حفظ السلام عليكم حدثنا سعيد بن حفظ قال أخبرنا شايبان أن يحيا أن أبي صلى الله أن أطاع بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سعيد بن أفان رضي الله تعالى قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني قال أثمان يتوضع كما يتوضع لسلات ويقسل ذكره قال أثمان سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسألت عن ذلك عليا وزبيرا وطلحة وابن كابن رضي الله تعالى فأمروه بذلك وبيه قال حدثنا سعيد بن من سور ابن بحرام قال أخبرنا نظر قال أخبرنا شعبت عن الحكم أن دقوان أبي صليح أن أبي سعيد رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجلنا الأنصار فجاء ورأسه يا قطر فقال نبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلت أو كحيحة فعليك الودو كحيحة أو كحيحة أو كحيحة فعليك الودو تابعه وهب حدثنا شعبة لم يكن غندر ويحيى عن شعبة الوضوء الحديث الأول طبعا حديث عثمان أنسوخ جاء في روايات أخرى أنه كان في بداية العمل أن الرجل إذا جامع أهله ولم يمني يعني لم ينزل المني فليس عليه غصر لأنه كان الحديث إنما الماء من الماء فإذا أنزل الماء وجب الماء لكن بعد ذلك نسخ قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها وجب الغسل في رواية مسلم قال وإن لم ينزل وجاء في بعض رواية صريحة أنه كان في بدء الأمر فعثمان رضي الله تعالى عنه لعله لم يبلغه هذا النصر فكان يحدث أو أن هذا الحديث نقله عن عثمان في ذلك الوقت وأما قوله فسألت عن ذلك عليا والزبيرة وطلحة وأبي من الكعب فأمره بذلك يعني أمره بالغسل هذا الذي يحتمل والله أعلم فالأصل كما جاء في معروف عندنا في مثل بشجاع المجبات الغسل كم؟ ستة ثلاثة يشترك فيها رجال والنساء وثلاثة يخص نساء فالذي يشترك فيها رجال ثلاثة الموت وخروج المني والجماعة فالجماعة أنزل أو لم ينزل وخروج المني سواء جامعة أو بدون جماعة فالأصل العبرة بخروج الماء فهذا الحديث منسوخ من باب تتنبه لذلك أما الحديث الثاني قال عجلناك يعني معناه لأنه كانت المياه غير متوافرة في البيوت فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا هذا الرجل جاء وقد اغتسل بسرعة لكي يلبي نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا دعاكم الرسول لما يحييكم معناها الأصل والواجب أن تلبي نداء النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسجد فمن الصحابي فناداه فتأخر فقال أين أنت فقال كنت أصلي يا رسول الله قال ألم تسمع قول الله تعالى استجيب لله وللرسول إذا دعاك فإذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كنت تصلي تترك الصلاة وتنبي تعوة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم باب الرجل يوضع صاحبه باب الرجل يوضع صاحبه وبه حدثنا ابن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيا عن موسى بن أقبه عن قرأي بن مولا بن أباس رضي الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فضى من عرفة عدل إلى الشيبي فقد حاجته قال أسامة رضي الله تعالى فجعلت أسبو عليه ويتوضع فقلت يا رسول الله أتصلي قال المصلى أمامك وفي حدثنا أمر بن علي قال أخبرنا أبد الوحاب قال سميتو يحيا بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أننا في أبنى جبير ابن مطعم أخبره أنه سميع أروت بن مغيرت بن شعبه يحدث عن المغيرت بن شعبه أنه كان مع رسول الله صلى الله وعلى سلام في سفر وأنه داب لحاجة له وأن مغيرة رضي الله تعالى جعله يسب الماء عليه وهو يتوضعه فغسل وجهه ويدهه ومسع برأسه ومسع على الخفين الجمهور على جواز الاستعانة بالوضوح في صب الماء أما في غسل أعضاء فكريهه كثير من أهل العلم يعني لا يجلس الإنسان يأتي واحد يوضعه كما يفعل بعض الذين يجعلون من أنفسهم سادة على الناس لا لكن إذا صب ثبت حيث المغيرة قال حتى ذهبت لك أنزع خفيه قال دعهما فإن يدخلتهما طاهرتين فصب الماء للوضو لا بس لكن أن يوضعك بغير حاجة يغسل وجهك ويغسل يديك هذا كريهه أهل العلم نعم أحسن الله إليكم باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منسور عن إبراهيم لبس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء وقال حمد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلى فلا تسلم وبه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك أن مخرامة بن سليمان أن أخري بن مولى بن عباس رضي الله تعالى أن أبد الله بن عباس رضي الله تعالى ما أخبره أنه بات ليلة إن دميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى وَهِيَ خَالَتُهُ فَاتَّجَعْتُهُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاتَّجَعْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِنْتَسَفَ اللَّيْلِ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ اَوْ بَدَهُ بِقَلِيلٍ إِسْتَيْقَدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ يَمْسَهُ نَوْمَعًا وَجِهِ بِيَدِهِ سُمَّ قَرَعَ الْأَشْرَ الْأَيَاتِ الْخَوَاتِمَ من سُورَةِ آلِ إِمْرَان سُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضُعَ مِنْهَا فَأَحْسَنَا وُضُعَهُ سُمَّ قَامَ يُسَلِّي قَلَى إِبْنَ أَبَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فَقُمْتُوا فَسَنَاتُمِسْلَمَا سُمَّ ذَبْتُوا فَقُمْتُوا إِلَى جَنْبِهِ فَوَضُعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى رَأْسِي وَأَخَدَا بِأُدْنِي يَمْنَ يَفْقِلُهَا فَسَلَّ رَقْعَتَيْنِي سُمَّ رَقْعَتَيْنِي سُمَّ رَقْعَتَيْنِي سُمَّ رَقْعَتَيْنِي سُمَّ رَقْعَتَيْنِي سُمَّ أَوْتَرْ سُمَّ إِتَّجَعَةَ تَعْدَهُ الْمُؤَذِنُ فَقَامَ فَسَلَّ رَقْعَتَيْنِي خَفِفَتَيْنِي سُمَّ خَرَجَ فَسَلَّ السُّبَح مَنْ لَمْ يَتَوَضَّ إِلَّا مِنَ الْغَسْلِ الْمُسْكِلِ مَنْ يُسَلُونَ فَإِذَهِا قَائِمَةٌ تُصَلِّ فَقُلْتُ مَالِ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَايِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَهِ فَأَشَارَتْ أَنَّا أَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِ الْغَسْيُ وَجَأَلْتُ أَسُبُّ فَوْقَ رَأَسِ مَاً فَلَمَنْ سَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَسْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِ هَدَ حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارِ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيَا أَنَّكُمْ تُفْطَنُونَ فِي كُبُورُكُمْ مِسْرَعُ قَرِبًا مِنْ فِدْنَةِ الدَّجَّالِ لا أدري أي ذلك قالت أسماء يُؤْتَاهَدُكُمْ فَيُقَالُ مَعِلْمُكَ بِهَادَ الرَّجُلُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُوا اَوِ الْمُؤْمِنُوا لا أدري أي ذلك قالت أسماء فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَاءَ فَأَجَبْنَا وَآمَنَّ وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَلِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَأْمُؤْمِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْمُرْتَابُ لَا أَدْرِ أي ذلك قالت أسماء فَيَقُلُ لَا أَدْرِ سَمِئْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ سَمِئْتُ عَلَا رَأْسِهَا وَسُحِلَا مَالِكُونَ أَيُّ جُزُوا يَعَامُ صَحَابَا دَرْرَأْسِهِ فَاحْتَجَ بِحَدِهِ اسِي عَبْدِ اللَّهِ بنِزْزَيِيدٍ قال وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عُبْدُ اللَّهِ بنُّ يُوسُفْ قَالَ أَكْبَرَانَ مَالِكُونَ عَمْرِ بِنِي يَحْيَا الْمَازِينِ نبينا رجولا قال لعبد الله بن زيدين رضي الله تعالى عنه وهو جد عمر بن يحيا أتستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع فقال عبد الله بن زيدين رضي الله تعالى عنه فدعا بما إن فأبرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مات مضا وستان سقسلسا ثم غسل وجه سلسا ثم غسل يده مرتين مرتين إلى المرخ ثم مسأ رأسه بيديه وغسل بهما وأذبر فدعا بمقدم رأسه حتى ذاب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رتليه وفي هذا الحديد دلال على أنه يجوز أن تغسل بعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاثا كما في هذا الحديد غسل يديه مرتين وغسل وجهه ثلاثا وغسل جديه ثلاثا فإذا غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى السلام عليكم 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 السلام عليكم